التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع الاجتماع عددا من ملفات العمل الحكومي أوسط اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة وذلك في ختم اجتماعاتها التي تواصلت على مدار ستة أيام وأكد البيان الختمي وجود تنصيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات ومن جانبه أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب ولكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة وقدمت نموذجاً ديمقراطياً يليق بمكانة مجلس النواب قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا يوجد جديد فيما يتعلق بتسليم إسرائيل صفقة قنابل تازن ألفين رطل ومشيراً إلى أن المسألة ما زالت قيد المراجعة وضف ميلر أن واشنطن لا تريد أن ترى أي هجمات على المدنيين في غزة وأنه لا يوجد ما يبرر الهجمات على المدنيين وأشار إلى أن بلاده تواصل الضغط من أجل التواصل إلى وقف لإطلاق النار وأن القضايا العالقة في المفاوضات يمكن حلها أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية وقال إنه مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتضم القائمة كيان تساف تسعة الذي أكد الاتحاد أنه أغلق الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت ثلاثة سفن بينها ناقلة نفط وذلك في البحرين الأحمر والمتوسط بصواريخ باليستية وطائرات مصيرة وزوارق ملغومة وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع إن الحركة استهدفت السفينة بينتري وان والناقلة تشايس لاين وذلك في البحر الأحمر مضيفا أن قوات الحوثي بالتنسيق مع الجماعات المسلحة في العراق استهدفت السفينة أوليذيا في البحر المتوسط جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عن قراره بالمضي في الصباق الرئاسي رغم تقدمه في السن وأكد أن قدراته العقلية جيدة جدا جاء ذلك في الوقت الذي ندد فيه بايدن بمرشح خصمه الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جامس ديفيد فانس وصفا إياب أنه استنساخ لترامب وذلك بعد أن أعلن الحزب الجمهوري ترشيح ترامب رسميا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل ختام موجز أتى ساع وعودة مرة أخرى إلى مصطفى وهبى الاستكمال باقي فقرات سبع الخير يا مصر شكرا لك يا دين